بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن الاحترام قيمة أخلاقية رصينة ولها دلالات واسعة وعميقة فالاحترام يطلق على التقدير والتوقير والإعزاز والإكرام والإجلال كما أنه يطلق على الالتزام والود والحب وهذا الاحترام يرسخ لقيم التكامل والتعاون وفقه السلام والتعايش الاحترام صفة رصينة لكل من تحلى بها وللاحترام صور متعددة إلا أنه يأتي على رأسها بل أقول هو الركن الركين والأصل الأصيل لكل صور الاحترام احترام الذات ونقصد باحترام الذات أن يلتزم الإنسان المنهج الإلهي وأن يلتزم الإنسان الهدي النبوي المشرف في القرآن الكريم أوضع الله عز وجل مجموعة من الضوابط التي تسدد حركة الإنسان بمعنى أن تجعل الحركة الحياتية للإنسان موافقة لمراد الله عز وجل موافقة للفطرة السليمة موافقة لصناعة الخير ممسكة عن الشر والفساد والقبح وهكذا هذه الضوابط هي الأوامر والنواهي التي جاءت في القرآن الكريم فليست الأوامر والنواهي تقييدا لحركة الإنسان وليست الأوامر والنواهي تضييقا على الإنسان بل هي قوانين لصيانة الإنسان في الدنيا ومن ثم تحدث له الصيانة في الآخرة هي قوانين يصنع بها خيرا في الدنيا لينتظره الخير في الآخرة إن شاء الله عز وجل إذن على رأس صور الاحترام جميعها احترام الذات أن يحترم الإنسان ذاته بمعنى أن يلتزم المنهج الإلهي والهدي النبوي المشرف يقول ربنا سبحانه وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله وحرف في من حروف المعاني الحروف في اللغة العربية إما أن تكون حروف مباني وإما أن تكون حروف معاني حروف المباني هي الحروف التي تتكون منها الكلمة وهي الحروف الأبجدية أو الحروف الهجائية أما حروف المعاني فهي الحروف التي تكون لها معنا أو أكثر ومنها هذا الحرف واعلموا أن فيكم رسول الله حرف فيه هو حرف من حروف المعاني والمعنى هنا هو الظرفية وحتى نقرب المعنى إلى الأذهال نضرب هذا المثال حين أقول الماء في الكوب المعنى هنا أن الكوب يحيط بالماء من كل ناحية وأن الماء لا يتفلت من الكوب من أي ناحية فكذلك الأمر واعلموا أن فيكم رسول الله أي حكموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكم حكموا هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيكم فاجعلوا هدي سيدنا رسول الله يحيط بكم من كل ناحية ولا تتفلت أنتم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم من كل ناحية إذا التزمت هذا الأمر حققت الاحترام لذاتك والاحترام لأجناس الكون والاحترام لكل ما خلقه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الاحترام بين الأفراد الاحترام بين الأسر الاحترام بين المجتمعات الاحترام بين الدول هذا الأمر يؤكد قيمة الأمن بكل أنواع الأمن وفي كل مجالات الحياة إذن هي قيمة الرصينة ينبغي أن نستحضرها وأن نقوم باستدعائها في كل تصرف وكل قول أو فعل أو أمر يصدر عنك أيها الإنسان من صورة الاحترام أيضا احترام المعلم هذا المعلم والأستاذ والشيخ الذي يقوم بإعطائك العلوم والمعارف وخلاصة تجاربه وخلاصة العلوم والمعارف فأهل العلم هم خلاصة الوجود وهم أمنة الله على خلقه وهم الذين يحفظوا الله بهم هذه الأمة من الزيغ والضلال ما من خير في هذا الوجود إلا وأصله ومنبته من العلم وما من شر في هذا الوجود إلا وأصله ومنبته من الجهل ويكفينا هذا الكلام الرائع الذي جاء على لسان سيدنا الإمام علي ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعيش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء من صور الاحترام احترام المعلم احترام الشيخ احترام الأستاذ حتى إن السادة العلماء الأعلام كانوا يجهون طلابهم وتلميذهم إلى الأدب قبل العلم وقد جاء عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه قوله تأدبوا ثم تعلموا تأدبوا ثم تعلموا ووجدنا هذا التطبيق العملي حين نرى سيدنا الإمام الشافعية رحمه الله عز وجل وهو يجلس في مجلس الإمام مالك ويقول كنت أصفع الورقة صفعا رقيقا بين يدي الإمام مالك هيبة له وخشية أن يسمع وقعها وهذا هو الربيع تلميذ الإمام الشافعي كان أيضا يجلس لأستاذه الشافعي وكان يقول والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له إذن هذا نوع من أنواع الاحترام مع المعلم من صور الاحترام أن تحترم المجتمع فلا تكن مغتاما ولا صاحب نميمة ولا صاحب غشت أو تدليس أو خداع أو كذب أو إفك هذا كله من صور الاحترام الذي يرسخ لقيم الأمن وقيم التعايش وغير ذلك كثير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذه القيمة اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم